بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعن أبو بوثي رحمة العالمين بقى كنز جديد عظيم من كنز السنة لا يعلم ثوابه العظيم أو مغداره إلا قليل من الناس كيف تحجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثلاثين حجة تامة أو تأخذ ثواب ثلاثين حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا مبلغ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فهذا الحديث حسنه الإمام الألباني وحديث صحيح له شوادهم في السنة كثيرة فاشتقويه من صلى الفجر في جماعة ثم جالس فيه مصلى يذكر الله تعالى حتى تشغل الشمس ثم صلى رقعتين الضحى كان له بها أجر حجة تامة 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 كان له أجر حجة وعمرة آسف لكن له أجر حجة وعمرة تامة 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 ثلاثة مرات قال عليك ده ده في غير رمضان ده في غير شهر رمضان ريب عليه الصلاة والسلام أيضا قال من توضع في أحسن وضوء ثم خرغ إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كان له كأجر الحاج المحرم وفي حديث آخر من صلى من خرغ من بيت ليصلي المسجد في جماعة صلاة جماعة كان له بها أجر حجة والحديث في صحي الترمزية إذن فالصلاة في المسجد بأجر حجة والصلاة صلاة المسجد في جماعة ثم الجلوس في المصلى أو في المسجد حتى تشرق الشمس وعند تصلي ضحى تاخد أجر حجة وعمرة تامة إذن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى تشرق الشمس له بأجر حجة بأجر عمرة هذا في غير رمضان طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي عمرة في رمضان تعدل حجة معي بأيذن أنت لو جلست لو صليت الفجر في جماعة في كل يوم في شهر رمضان وجلست حتى تشرق الشمس ثم صليت الضحى ما تصليش الضحى صليهم اربعة لحديث ابي الدرداء من صلى الضحى من صلى الضحى ركعتين لم يكتب في هذا اليوم من الغافرين ومن صلىها اربعا كتبة من القانتين وفي رواية كتبة من التأمين وفي رواية كتبة من العابدين وفي رواية وقال عليه الصلاة الصلاة في الحديث في صحيح مسلم لا يحافظه على صلاة الضحى الا قواب. يبقى انت قاتل قاتل ان انت تصلي الفجر تجلس بعد شوخ الشمس بعد صلاة الفجر في بسجد حتى تشيخ الشمس كل يوم في شهر رمضان. ليه? هكتب لك في غير رمضان بالعمرة يبقى هتاخد صحيح حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يبقى انت لو عملت كده تلاتين يوم بقى لك اجر تلاتين حجة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده غير طبعا الصلاة الفجر نفسها بسبعين حجة. لكن العمر لكن عمره قال عليه الصلاة عمره في رمضان تعدل حجة معي. فاذا كان طبعا الرسول بتكلم على عمره حقية. فاذا كان سواب الجلوس في المسجد بعد بعد صلاة الفاكل ايه انت تشيخ الشمس لها سواب عمره يبقى السواب ده يتضعف في شهر رمضان يصبح سواب حجة ومش حجة بس ده حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من السواب في رمضان يتضعف اضعفا كسير. يبقى انت يبقى اللي ما يعوش هو قادر ان هو يقعد في شهر رمضان. ما عندوش عزر يمنعه. بقى انت حتى لو عندك عزر. تحيل. قاتل اقول قاتل. ويعني الصحابة ما كانتش عندهم اعذار لكن كانوا كانوا يقاتلون لفعل اللي عمل الصالح حفاظا على السواب. يبقى انت لو عملت كده كل يوم. طب واحد اقول لي المسجد مقفولة بسبب الوباء واه واه واه. احتسب الاجر واجلس في بيتك. صال الفجر في جباعة. علاقة ان المسجد مقفول. ارجع واجلس في بيتك. بنية الجلوس في المسجد. وعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى تشريك الشمس. معاني صلي الضوحة اربعة. ما هي اخلاص النية واحتسب الاجر كأنك قاعد في المسجد. اقول يا رب لو كان المسجد مفتوح كنت هاعد. لو كنت صادق لك نفس السواب. لك نفس السواب تماما. يبقى في شهر رمضان هناخد السواب تلاتين حجة مع النبي. تصور السواب ده في الميزان يبقى عامل ازاي من الايام. تصور لوحد حجة مع رسول صلى الله عليه سلام تلاتين حجة. يبقى السواب عامل ازاي في الميزان. يبقى المرأة المرأة كان رجل تماما. ليه? صلاة المرأة. المرأة في بيتها اعظوا سوابا بكثير من صلاتها في المسجد. لحديث حديث ام محميدي السعيدية. رضي العانة قالت يا رسول الله انه يحب الصلاة معك. فهل ان تصلي يا معي فصلي ولكن صلاتك في بيتك اعظى مصوابا من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك اعظى مصوابا من صلاتك في مسجدي هذا. في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك اعظى مصلاة من صلاتك في مسجدي هذا اللي هو مسجد دابو الشريف. يبقى المرأة كل ما بتبعد عن بيتها كل ما حد بيشوفها اكتر كل ما في الصلاة بيقل. يبقى في غرفة مغلقة ما تشوفاش حد حتى الزوج والاولاد اعظم ان تتصلي في صحن لسيح دار امام الزوج والاولاد. ولو تصلي امام الزوج والاولاد في البيت اعظم سوابها مانه يتصلي في مسجد لجنب البيت. ولو سلت في مسجد لجنب البيت اعظم سوابها بانها يتصلي في مسجد النبوي الشريف اللي فيه صلاب الف صلاة للرجل. لان يبقى المرأة عكس الرجل تماما. يبقى المرأة لو صلت فجري حاضرة في شهر رمضان وجلست في مصل هذا على سجادة تمت تسكت ربنا غير ما تطلع الشمس ما يخلص النية واحتسب الاجر. وعليت صالة ضوحة اربعة هيكتب لها هي كمان اجر. بالجلوس بعد صلاة الفجر بس. هتاخد هي كمان تلاتين حجة مع النبي صلاة سلام كل يوم. ولها كان رجل تماما. ولها نفس سواب الرجل في صلاة الجماعة تماما. الخمس صلوات لو كانت طاقية محسنة الى زوجها. لو كانت طاقية محسنة الى زوجها. لان قال عليه الصلاة السلام في الحديث. لما المرأة قالت له يا رسول الله. ذهب الرجال بالاجور يشهدون معك الجمعة والجماعات ويجهدون معك في سبيل الله. وليس لانا من ذلك شيء. فقال لها اخبري واذهبي من ورائك من النساء. اذهبي واخبري واخبري من ورائك من النساء. ان تباع المرأة لزوجها يعادل كل ذلك. وفي رواية تانية مهنة احدى كن في بيتها يعادل كل ذلك. يعني الغسيل والطبيق ومسح البيت وخدمة الزوج وتربية الاولاد بيعادل كل ده في السواب. او انك مرأة تكون محسنة لجزها ويكون جزها راضي عنها وبيحبها. يعادل كل هذا في السواب. اذا المرأة لو بتصلي الخمس سلاة في الجامعة. في البيت. بعض الازان على طول. ده شرط مهم. وتكون محسنة لجزها لها سواب الجمعة والجماعات والجهات في سبيل الله كالرجل. فلذلك انا بشر اي امرأة انها تصلي للتفجرة حاضر في شهر رمضان وتقعد ما تنامش. لغاية انه كتب لها. بنية انها تحجة مع رسول الله. وتاخد سواب 30 حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كرجل تماما. اما الرجل. فهيما يقعد في الجامع. او لو الجامع مقفول يلجع ويقعد في البيت. والغاية ما تطلع الشمس ويصلي الضحة اربعة. هتحصل صوابا عظيما جدا. وتاخد سواب 30 حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قول هذا استغفر الله عليكم. ان تشتركوا في الجرس واشتراك في قناة اشتركوا بكل جديد. وتساعدونا على شهر صورة الوقت.